أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن فعاليات مهرجان المربع للفنون التي ستقام في شهر أكتوبر القادم تعكس ملامح إرث الحضارة الإنسانية في الإمارات وتشكل عنواناً لما تتمتع به إمارة عجمان من مواقع تراثية وأنشطة ثقافية وفنية وليكون أحد جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد المجتمع وقال سمو خلال الاطلاع على برامج وأنشطة وأهداف المهرجان الذي سيقام في الحي التراثي التابع لبلدية عجمان قال إن الفنون بكافة مناحيها تعد جزءاً أصيلاً من ركائز وذاكرة المجتمعات مؤكداً أنه بالإبداع تحيى الشعوب وتتطور وأكد سموها أن إمارة عجمان تولي الأنشطة الفنية اهتماماً ملحوظاً وتدعمها من خلال تنظيم وإقامة المعارض التي ساهمت في رفض الحركة الثقافية والإبداعية في الإمارة